اشتركوا في القناة 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 مشيرا الى انه من المقرر ان تنمو احتياجات تمويل التكيف الى 300 مليار دولار سنويا على الاقل بحلول عام 2030 اكد المتحدث باسم البنتاجون ان الولايات المتحدة تعمل مع شركائها وحلفائها لامداد اوكرانيا باحتياجاتها الضرورية مضيفا ان اوكرانيا تستفيد من الامدادات الامريكية في هجومها المضاد ضد القوات الروسية ومشيرا الى ان الولايات المتحدة تعطي اولوية لامداد اوكرانيا بالصواريخ اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخرو فان معظم اعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية سيرجي لافروف لم يتلقى حتى الان تأشيرات امريكية للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة مشيرة الى ان الوفد الروسي يواجه ايضا صعوبات اللوجستية مرتبطة بالرحلة الى الولايات المتحدة بسبب حظر الجانب الامريكي للرحلات الجوية المباشرة من روسيا والعقوبة المفروضة على شركة الطيران الروسية عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الاسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المهمة مؤكدا ان دولة مستمرات في بذل المزيد من الجهود للتعامل الفوري مع اي تحديات من الممكن ان تواجه المستثمرين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوفير المنتجات المختلفة في الاسواق المصرية اعلنت وزارة الخارجية توقيع على مذاكرات التفاهم الخاصة بنضمام مصر الى منظمة شنجهاي للتعاون كشريك حوار في العاصمة الاسبكية تشقند وذلك قبيل عقد قمة رؤساء الدول والحكومة الاعضاء في المنظمة والمقرر عقدها في اسباكستان بعد غد الجمعة من جهته رحب امين عام منظمة شنجهاي بنضمام مصر للمنظمة كشريك حوار معربا عن تطلع المنظمة للتعاون المثمر في المرحلة القادمة اشتركوا في القناة